لم يقتل ناهد حطر على خلفية سياسية ولم يقتل ناهد حطر لأنه معارض للدولة الأردنية والدولة الأردنية لا تستعمل هذه الأدوات لتصفية معارضيها أو خصومها وإذا كان هناك تقصير يمكن التحكير فيه لكن ليست الدولة الآن خصمنا أو نريد أن نشتبك معها في هذا لأن هذا تحشيد وتحريض أيضا لأن هناك معسكر آخر غير معسكر العثامنة وغير معسكر حطبة ينظرون إلينا الآن سيد العثامنة هل الدولة سلطان لا تزاود سلطان لا تزاود كثير أنا لا أحرض على الدولة أنا لا أحرض على الدولة الدولة أول شيء بدأك تفهم مفهومها الدولة هي كلنا جميعا كلنا جميعا الدولة بمفهوم الكيان كدولة حاضنة للجميع لكن الدولة الآن مختطفة ماذا يجب فعله السيد العثامنة فلن تحدث عن غض الطرف لو سمحت يا سلطان سيد الحطاب أعطيتك المجال سوف أعطيك المجال لسيد الحطاب أنا آسف على المقاطعة سيد الحطاب سوف أعطيك مجال للرد تفضل السيد العثامنة حطاب اسمع تفضل السيد العثامنة قبل عشر ساعات تقريبا من قبل عشر ساعات من الآن ما يقارب عشر ساعات ظهرت صفحة على الفيسبوك صفحة عادية علنية بأسماء علنية خلال ثمان ساعات أول ثمان ساعات من ظهورها انضم إليها حوالي ألف وثمانمائة شخص نبهنا عليها للسلطات ولكل مكان عموما هذه الصفحة تطالب بالإفراج عن قاتل نهض حتر ولو تشوف المحتوى طيب أين محافظ العاصمة أين وزير الداخلية أين سلطان الحطاب عنهم تفضل سيد الحطاب هاي أسئلة موجودة هذه المسألة ونحن الآن نتكلم على التليفزيون تجاوزا وأنا قلت للسيد مقدم البرنامج أنني ستكلم تجاوزا حتى للقرار الذي تجد هذا المساء